سيجتمع وزراء دفاع 14 دولة مشاركة في التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق لمناقشة كيفية متابعة عملهم المشترك خاصة فيما يتعلق بمصير مقاتلي التنظيم المعتقلين في سوريا وأشرت مسؤولة في البنتاجون كاثي ويلب براغر أن الاجتماع المقرر عقده في روما يوم الثلاثاء المقبل سيتناول محاور رئيسية وحاسمة على رأسها مناقشة المسائل المتمثلة بمصير أجانب انضم لتنظيم داعش الإرهابي واعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية في كانون الثاني الماضي